موسيقى ارياضة من اون لايف انهى منتخبنا الوطني مشواره في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بتعادل مثير خارج دياري امام مضيف الغاني بهدف لكل منهما في الجولة السادسة للمجموعة الخامسة تقدم محمود عبد الرازق شيكبالا للفراعنة في الدقيقة الحادية والستين وتعادل ايدوين جاسل للنجوم السوداء في الدقيقة التاسعة والستين ليرتفع رصيد الفراعنة الى ثلاث عشرة نقطة في صدارة الترتيب كان منتخبنا قد ضمن التأهل المونديال بعد غياب 28 عاما من الجولة الماضية وارتفع رصيد غانا الى سبع نقاط في المركز الثالث حرس هيكتر كوبر المدير الفني للفراعنة على تجربة عدد من العناصر الجديدة على رأسهم شيكبالا كذلك عمر مرعي وكريم حافظ وسام مرسي بالاضافة الى شريف اكرام تمكن محمود عبدالرازيخ شيكبالا لعب الرائد السعودي من احراز اول اهدافه الرسمية بقميص الفراعنة امام غانا ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 احرز اللعب هدفا من قبل المنتخف في مباراة ودية امام الكويت وعلى هامش مهرجان اعتزال النجم الكويتي عبدالله وبران التي انتهت بالتعادل لهدف لكل من الفريقين في يونيو 2007 كان اخرى ظهور الفهد الاسمر مع منتخب مصر في وجود شوق غريب مديرا فنيا للفراعنة حيث اشارك امام تونس في المباراة التي خسرتها مصر بهدف نظيف ضمن تصفيات كأس امم افريقيا 2015 واخذ شيكبالا مع رائد خمسة مباريات حتى الان في الدور السعودي واستطاع احراز ثلاثة اهداف فضلا عن صناعة هدفين يؤدي المنتخب الوطني الاول اليوم مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التي تلقاها الفراعنة وتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدا من هيئة الرياضة السعودية لزيارة المملكة واداء العمرة بعد تأهل الفراعنة الى كأس العالم 2018 ليلتحق بالمنتخب السعودي الذي كان اول فريق عربي يبلغ المونديال الروسية يقب اداء الفراعنة للعمرة حفل تكريم لجميع اللاعبين الموجودين في البعثات المصرية بجانب جميع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة قال احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي ان المنتخب الوطني كان قريبا من خطف الفوز على غانا لكن التعادل ليست نتيجة سيئة في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال خاصة ان الجهاز الفنية حقق اهدافه من هذه المباراة ختمنا التصفيات الحمد لله يمكن النتيجة ايجابية النهاردة بنلعب بارا ملعبنا مع منتخب قوي منتخب غانا الراجل طبعا نتكلم معنا قبل الموتش على اهمية المباراة بالنسبة لنا مع ان احنا خلاص عادنا لكن المباراة بالنسبة لنا مهمة جدا الراجل يعني شفت النهاردة بحط عناصر جديدة في الفرقة فاكيد طبعا الحاجات دي بتبقى مهمة بالنسبة لك مدارب ومهمة بالنسبة لنا كلعيبة ان احنا اللعيبة الاول مرة تدخل معنا في الفرقة لازم نساعدها بشكل كويس وده اللي حصل النهاردة يمكن شفت شيكابالا النهاردة وعمري مارع طبعا في اول مباراة ليهم الاتنين الحمد لله كانوا على عند حصن وظن الناس وعملوا ماتش كويس وشيكابالا جاب جول فده اللي كان الهدف من المباراة النهاردة الحمد لله يمكن قدمنا مباراة ويسا وكوننا ممكن نختفي المكسب لكن الحمد لله على التعادل في الاخر بعد اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن راعية للمنتخب الوطني التجهيزة لمعسكر للمنتخب الوطني قبل موديال روسيا 2018 والذي سيكون في اوروبا ويفضل اتحاد الكرة والشركة بين بلدين لإقامة المعسكر هما انجلترا او اليونان فيما لم يتحدد بشكل نهائي ان يصدف احد البلدين المعسكر كاملا او جزءا منه على ان يستكمل باقي المعسكر في روسيا كما بدأت الشركة راعية للمنتخب في البحث عن مباريات ودية قوية للفراعناء خلال المعسكر الاوروبي لسيما ان كوبر المدير الفني طلب خوض خمس مباريات ودية قبل المونديال تلقى مسؤول هيئة استاد القاهرة الدولي موافقة رسمية من الجهات الامنية على استضافة مباراة المنتخب الوطني امام النايجر والمقرر لها السابع والعشرين من مارس المقبل في الجابلة الثانية لتصفيات المؤهلة لكاس الامم الأفريقية الفين وتسعة عشر بالكاميرون باستاد القاهرة في حضور الجماهير كانت تحاد الكرة قد طلب من وزير الرياضة والجهات الامنية عودة استاد القاهرة لاستضافة مباريات المنتخب في الفترة المقبلة بعد مستضاف استاد بورغ العرب مباريات المنتخب في السنوات الخمسة الاخيرة جاء قرار مجلس الجبالية بنقل مباريات المنتخب لاستاذ القاهرة بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الزمالك للعب مبارياته عليه إلى جانب أن الأهل طلبه الآخر نقل مبارياته لاستاذ القاهرة أيضا طلب هيكتور كوبر المدير الفني للمتخب الوطني من مجلس إدارة اتحاد الكرة الحصول على أجازة طويلة عقب العودة من السعودية يأتي طلب كوبر في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب الوطني حتى شهر مارس المقبل الذي يشهد لقاء الفراعنة مع النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 وعدم وضوح الرؤية حول وجود مباريات ودية للفراعنة في يناير أو فبراير المقبلين وتأهل الفراعنة رسميا إلى مونديال روسيا 2018 مؤخرا ويترقب نتيجة القرعة اليوم الأول من ديسمبر المقبل قامت لجنة المسابقات بتحدي كرة القدم باختار نادي الزمالك بتقديم موعد مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في الجودة العشر لمسابقة الدوري لمدة 24 ساعة لتقام يوم 22 من نوفمبر الجاري بدلا من يوم 23 من الشهر ذاته تم تقديم موعد المباراة بسبب تزامنها مع اليوم الأول انتخابات نادي الزمالك المقرر لها يومي 23 وال24 من الشهر الجاري يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة استرف مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة الفوز على المينيا في دور 32 لمسابقة كأس مصر لللاعبين يسعى مجلس الزمالك لاسترف مستحقات ومكافأات فوز اللاعبين بالمباريات سريعا لتحفيزهم على استمرار الانتصارات تأهل زمالك لدور 16 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز على مينيا بهدف دون رد يوم الخميس الماضي ويستعد لمواجهة فريق النصر يوم الجمع المقبل ضمن الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز يخضع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك لبرنامج تأهلي مع فريقه عقب أسبوعين من الآن بعد الإصطابة التي تعرض لها خلال مباراة المينيا في دور 32 لمسابقة كأس مصر بكسر في عضمة الزند ما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب مساميرة والشريحة يغيب جنش عن الزمالك لفترة لن تقل عن ستة أسابيع وقد تزيد عن ذلك بناء على مدى تقبله للعلاج في الفترة المقبلة والتأم الكسر في يده حيث لن يسمح الجهاز الفني بعودته للفريق إلا في حال شفائه تماما أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمرشح حال منصب نائب الرئيس أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور استبعد فقط كل من هيني العتال وعلي السيسي من خوض الانتخابات المقبلة بسبب شبهة تزوير في عضوية الأول وتم تحويل الأمر للنيابة العامة أما الثاني فقد تم استبعاده نظرا لعدم سداد اشتراك النادي لمدة عامين وأضف أحمد مرتضى أنه لصحة لاستبعاد مجلس إدارة للقائمة أحمد سليمان من خوض الانتخابات وأن المجلس ففض الجهة الإدارية في تحديد موقفهم بسبب عدم إجرائهم تحليل المخدرات والمواد الكحولية من خلال اللجنة الطبية التي كانت موجودة بالنادي أكد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أن لجنة من الفيفا ستزهر مقر نادي الأربعاء المقبل وسيكون في استقبال اللجنة مرتضى منصور رئيس نادي وكل من هاني زادة وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وستقوم اللجنة بالاطلاع على أعمال تطوير النادي إلى جانب إجراء دراسة حول انتقالات اللاعبين والتطرق لبعض الأمور الإدارية ويختتم مجلس إدارة الزمالك أعماله الخميسة المقبل وسيسلم النادي إلى هيئة قضائية لإدارة أموره خلال الانتخابات المقررة في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري طالب حسن البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مسؤولي قلع الحمراء بتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل بمدافع سوبر تأتي رغبة البدري في التعاقد مع مدافع قوي في يناير لعدم اقتناع المدير الفني للفريق بسورية عبدالله الشامي الذي انضم إلى النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من أزمات على مستوى الدفاع في ظل وجود ثلاثة لاعبين فقط في قلب الدفاع هم رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب ومن الوارد غيب أي منهم لأي سبب كان البدري قاد تدريبات الفريق الأحد بعد عودة من الإجازة التي حصل عليها وقضاها مع أسرته في كندا أعلن محمود طاهر رئيس نادي الأهلي استلم أرض الفرع الرابع بتجمع الخامس بمساحة 50 في الدهنة مشيرا إلى أنه سيبدأ العمل فورا لتشييد الفرع الجديد للنادي أكد طاهر خلال لقائه مع أعضاء نادي هيئة قضايا الدولة أن الأهلي يضم 147 ألف عضو وبحاجة لملف طبي شامل معلنا أتعاقد مع مؤسسة طبية ألمانية ستقوم بالمزيد من التعاقدات لتطوير هذا الملف وضف أن النادي لديه هيكل إداري قادر على تلبية طموحات الجمعية العمومية وأكد أنه تم تخصيص إدارة كاملة لإنهاء مشكلات الأعضاء يذكر أن انتخابات القلعة الحمراء ستجرى في 30 نوفمبر الجاري أشرتنا رياضية مستمرة وتتبعون معنا بعد قليل الليلة إيطاليا تصدف السويد في مباراة مصيرية بحثا عن ذكرة تأهل لمونديال روسيا